المسابح والمكتبات بلا متحرشين أو مزعجين وظائف شاغرة كثيرة والبطالة طويلة لأمد مشكلة مستحصية شكرا لأنك تقدم معلومات صحيحة في طلبك مع أن نتأكد من أن المعلومات صحيحة تريم تاب شارك في رحلتي نجاحنا بابكر أبو كاس إس سي موبلر كنافة البدر من استقرام نرحب بكم معكم ليند الجنابي بعد منعهم من دخول المتاجر المزعجون والمتحرشون يجب أن لا يدخل المسابح والمكتبات الحكومة اقترحت اليوم توسيع دائرة منع دخول الأشخاص ضيو السلوك السيء ليشمل أنشطة أخرى قانون أقره البرلمان دخل حيز النفاذ مطلع آذار مارس الماضي حضر على الأشخاص دخول المتاجر إذا كان هناك خطر من ارتكابهم جرائم مثل السرقة أو التحرش أو غيرها وقال وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون اليوم إنه منذ تطبيق القانون جرى منع 130 شخصا من دخول المتاجر فيما تريد الحكومة الآن توسيع نطاق الحضر يوهانسون أوضح أن الأمر يتعلق بوجود خطر من ارتكاب جرائم ويعني ذلك أنه يمكن للمدع العام بناء على طلب المكتبات والمسابح أن يقرر حضر دخول الأشخاص الذين يعتبرون بسبب سلوكهم عرضة لخطر ارتكاب الجرائم وقد يشمل ذلك على سبيل المثال التخريبة أو السرقة أو العنف أو التحرش أو الجرائم الجنسية ويمكن تغريم أو سجن أي شخص ينتهك حضر الدخول لمدة أقصاها ستة أشهر الطلب على الموظفين في السويد يصل إلى مستوى قياسي أكثر من 150 ألف وظيفة شاغرة في البلاد ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي بعد عام كورونا الصعب بدأ يؤثر إيجابياً على سوق العمل فيما بقيت البطالة طويلة الأمد مشكلة مستعصية عدد الباحثين عن عمل انخفض من حوالي 450 ألف شخص إلى 370 ألف شخص خلال سنة واحدة في حين استمر عدد العاطلين عن عمل لفترة طويلة في الزيادة وكان تراجع عدد العاطلين ملحوظاً في عدد من الفئات أبرزها الشباب والمولودون في السويد إضافة إلى الحاصلين على التعليم الثانوي فما فوق وسط تزايد العاطلين عن العمل لفترة طويلة في السويد واجهت هذه الفئة مشكلة أخرى تتمثل في تقليص مكتب العمل لفروعه المحلية ربع مليون شخص يبعدون عن أقرب مكتب للعمل أكثر من 40 كيلو متراً الإحصاءات أشارت في وقت سابق إلى أن غالبية العاطلين عن العمل لفترة طويلة هم من المولودين خارج السويد وكان مكتب العمل بدأ في العام 2019 إغلاق نصف مكاتبه المحلية تقريباً في جامع أنحاء البلاد الإغلاق جاء بعد تخفيض ميزانية المكتب إثر اتفاق يناير الذي تشكلت بمجابه الحكومة حينها حيث نص الاتفاق على إعطاء دور أكبر لشركات التوظيف الخاصة وعادت الحكومة الأسبوع الماضي لتكلف مكتب العمل بزيادة فروعه في جميع أنحاء البلاد باحثون عن عمل تحدثوا عن صعوبات كثيرة تواجههم في الوصول إلى مكاتب العمل البعيدة فيما يقول مسؤولون إن الاجتماعات الرقمية يمكن أن تحل المشكلة تجدون على موقع الكمبيس قائمة بمهن مطلوبة حالياً في السويد قد تساعد الباحثين عن عمل معجزة في غوترارا هكذا وصفت وسائل الإعلام السويدية حادثة حصلت قبل ثلاثين عاماً في مثل هذا اليوم من العام 1991 سقطت طائرة شمال أرلندا ونجى 129 راكباً كانوا على متنها الطائرة التابعة لشركة الطيران الأسكندنافي ساس كانت قد غادرت مطار أرلندا في ستوكولم متجهة إلى العاصمة البولندية وارسو وبعد أربعين ثانية تعطلت المحركات تماماً على ارتفاع ألف متر فوق سطح الأرض اضطرت طيارون للانزلاق بالطائرة في منطقة غوترارا بعد حوالي أربع دقائق من إقلاعها استدمت الطائرة بالأرض وتحطمت إلى ثلاثة أجزاء وتناثر وقودها لكنها لم تحترق أصيب أشخاص عدة بجروح لكنهم نجوا أيضاً اللجنة الوطنية للتحقيق في الحوادث خلصت إلى أن سبب الحادث كان قصوراً في روتين شركة ساس بطلاء الأجنحة بالمواد المضادة للتجمد حيث تراكم الجليد على الأجنحة بشكل انتقل إلى المحركات وأدى إلى تعطلها درس من التاريخ قالت شركة ساس إنها تعلمته دون خسائر بالأرواح لحسن الحظ كلاب كورونا، إجهاد الزوم، المؤثرون المجرمون بعض من كلمات جديدة دخلت قاموس السويديين في العام الذي شارف على الانتهاء جائحة كورونا تركت أثراً واضحاً على قائمة المفردات الجديدة كلمات العنف والمرض والتعب والخوف سيطرت على قائمة المصطلحات لذلك وصفها مختصون بأنها قائمة محبطة كثيرون كانوا يمنون النفس بأن يكون العام 2021 عام الخلاص من كورونا والقيود التي فرضها على حياة الناس غير أن ذلك لم يحدث المشكلات الاجتماعية الرئيسة وجرائم العصابات والعنف الأسري وخطر التغيير المناخي كلها أمور طغت على النقاش العام وأثرت على المفردات التي استخدمها السويديون مجلس اللغة السويدي ومجلة اللغة يجمعان كل عام قائمة بالكلمات الجديدة التي دخلت قاموس السويديين ورأى مختصون أن قائمة السنة الحالية تلخص عاماً كان ثقيلاً من نواحي كثيرة تجدون قائمة بأهم الكلمات على موقع الكمبيست الإلكتروني للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقع الكمبيست.سيا أشكر لكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء تريم تاب شارك في رحلتي نجاحنا بابكر أبو كاس السيا موبلر كنافة البدر ترجمة نانسي قنقر